اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول شي بنحط او بنصب البيتين اللي عندنا يعني طريقة سهلة وبسيطة بنصب كل المكونات مع بعض وبنحلقهم كلياتهم مع بعض ما عدا الدقيق والبيكن باودر هم اللي بنخلوهم اخر شي بنضيف كمان سكر حبيبات سبع ملاعق وبنضيف ايضا سبع ملاعق عفوا بنضيف هون الخل ملعقة صغيرة مملوئة من الخل وبنضيف كذلك سبع ملاعق من زيت المائدة وبنضيف حبيباتي كذلك سبع ملاعق من الحليب السائل يعني كل المكونات مع بعض وبنشغل الخلاط الكهربائي وبندمج المكونات مع بعض جيدا على الاقل ثلاث دقائق حد ما نحس انه المكونات اندمجت منيح واخر شي هون بضيف كيس سكر بنكهة الفانيلا بوزن 7.5 قرام ومباشرة بنشغل الخلاط الكهربائي ومباشرة حبيباتي زي ما قلت لكم بنشغل الخلاط الكهربائي وبنجيب هون سبع ملاعق من الدقيق زي ما بتشوفوا وبضيف لهون ثلاث اكياس من بوزن 7.5 قرام زي ما قلت لكم وبخلط الدقيق جيدا مع بخلطه مميح ومباشرة بضيفه للخلاط الكهربائي تدريجيا وهون حبيباتي زي ما قلت لكم راح ضيف الدقيق بشكل تدريجي هيك شوي شوي والخلاط الكهربائي بطبيعة الحال هيك شغال لحد ما خلص الدقيق اللي عندي وهون حبيباتي من بعد ما دمجت المكونات جيدا بحصل على هالقوام هاد يعني ما بيكون ثقل جدا وما بيكون خفيف جدا يكون بين وبين مباشرة راح جيب المول اللي عندي يعني اي نوع من المولات اللي عندكن يا على شكل دائري يا على شكل مستطيل انا هون عندي مول شكل دائري دهنت منيح بزيت المائدة اذا عندكم الزبدة احسن مباشرة رشته هيك برشة دقيق زي ما تشوفوا وهلا راح فر فيه الخليط تبعي ورح دخل على درجة حرارات 180 درجة مدة 30 دقيقة وهون حبيباتي راح ننتقل للسيروم اللي راح نسقي به الكيك بعد ما نخرج من الفرن عندي هون تقريبا 10 حبات من العنب وعندي ملعقة من السكر حبيبات وعندي كاس من الماء مباشرة راح حط بالخلاط الكهربائي وطحن المكونات وارجع لكم وهون حبيباتي من بعد ما طحنت العنب مع السكر والماء بالخلاط الكهربائي بحط على نار متوسطة لحد ما هيك يغلي منيح يعني يصير سيروم وبعد نطفي عليه وحط على جنب وهون حبيباتي زي ما بتشوف الكيك يج هيك اسفنجي رائع مباشرة لما بخرج الكيك من الفرن هو لسه سخن بسق الكيك بالسيروم هو بارد راح عيد واقول لكم انه لازم الكيك لما يكون سخن السيروم يكون بارد او اذا كان الكيك بارد لازم يكون السيروم سخن عشان الكيك ما هيك تصير زي ما بالقول بالمغربية تتدقص هيك يعني تصير لا علق يعني لازم احنا الكيك يجينا هيك نفش فيش من جو عشان هيك هاي الخطوة مهمة جدا من بعد ما سقيت الكيك زي ما بتشوف ورح حطه على جنب لحد ما يبرد تماما ورح ننتقل للخطوة الثانية وهون حبيباتي رح ننتقل للطبقة الثانية طبقة الكريمة السائلة عندي هون كأس ما يعادل تقريبا 300 من الكريمة 300 مليلي لتر من الكريمة السائلة عفوا كريمة من نوع هلالا صراحة نوع جيد وبحب كتير في الطارطات التبعي بضيف له ثلاث علب من بيرلي ياغورت بيرلي بالسكر طبعا هون ما احتاج اني ضيف سكر لانه اصلا الكريمة فيها سكر والياغورت يعني فيه السكر كمان يعني ما احتاج اني ضيف سكر كمان وبطبيعة الحال السكر بيبقى على حسب الضوغ تبعكم اذا بدكم اضيفو اضيفوه هلا راح حط المكونات بالخلاط الكهربائي وارجع لكم هون حبيباتي من بعد ما طلعت الكريمة معي بالخلاط الكهربائي هون اضافة لازم الكريمة تكون باردة جدا عشان تطلع معكم بسرعة بضيفوه على الكريمة وبخلط كمان مرة ثانية يعني مدة هيك دقيقة ومباشرة ببلش احطو على الكيك وهون حبيباتي بجيب الحلواني بحطه هيك بكاس عشان يسهل عليه بحط فيه الخليط تبع الكريمة السائلة ولياغورت بيرلي على هالشكل ها بحاول اني فتحه منيح من جو ومباشرة راح حط فيه الكريمة تبعي لحد ما حط فيه الكمية اللي بدي اياها وبلش احط على الكيك وهون حبيباتي راح حط كمية من الكريمة على الجوانب عشان اقدر اني تبت حبات العنب اللي عندي على الشكل حد ما خلص الزائرة وهلا راح جيب العنب اكيد شلت منه العظم ورح طبقه او تبت على هالكريمة وهون حبيباتي من بعد ما وضعت طبق الكريمة بجيب العنب اللي كنت قبل هيك غسلته طبعا وقطعته كل حبة قطعته على نصفين وشلت العظم بس القشر ما شلته شلت بس العظم وبتبت العنب على هالشكل هاد راح استمر على هالطريقة لحد ما خلص الذائرة كاملة وهون حبيباتي زي ما بتشوفوا خلصت تطبيق العنب على الشكل هذا مباشرة راح جيب الكريمة كمان المسبق اللي عندي راح اغطي العنب كل ومباشرة اغطي كمان الكيك على الشكل بشكل عشوائي يعني مو بشكل منتظم من بعد يعني راح اضبط الكريمة تبعتي وهون حبيباتي من بعد ما طبقت الكريمة على العناب وعلى الكيك هيك بشكل متساوي راح حط بالتلاج على الاقل ساعة ونصف وهلا راح ننتقل للطبقة الثالثة وهلا حبيباتي راح ننتقل للطبقة الثالثة عندي اثنين بنكة الفانيلا كأس من الماء ما يعادل ميتين مليلتر ملعقتين من سكر حبيبات وملعقة كبيرة من سيروم النعنا راح نحط جميع المكونات هيك بكسرون يعني كل المكونات السكر حبيبات والفلون والسيروم ايضا بنكهة النعنا اللي مو متوفر عند السيروم بنكهة النعنا يمكن انه يحط مكانه الملون الغدائي متوفر يعني باي سوبر ماركت وراح ضيفلو الكاسة تبعة الماء اللي عندي ما يعادل ميتين وهون حبيباتي بعد مرور ساعة ونصف على الطارطة تبعي بالتلاجة مباشرة راح اصب عليها الطبقة الثالثة لطبقة الفلون بنكهة الفانيلا وسيروم النعنا وهون حبيباتي زينت الطارطة تبعي تزين هيك خفيف يعني حبات من العنب هيك قطعتون لنصفين وحطيتون هيك من فوق تزين بسيط اكيد التزين بيرجع لكم وبيبقى على الضق اكيد اذا عجبتكن حبيباتي الطارطة بتمنى انكن تشاركوها مع صحابكم وحبابكم وتعملوا للايك وتعليق حلو هيك زيكن والى طبق اخر باذن الله في امان الله ورعايته اشتركوا في القناة